الرئيس السيسي دايماً حريص على إن ينشر بذور التنمية في مختلف ربع مصر التنمية بقى كان مهم جداً إنها تحصل في سينة بالذات سينة كانت محتاجة يتم إطلاق مشاريع قومية مليارية تتنفذ على أرض الواقع هناك ده علشان سينة بتمثل أهمية كبيرة لمصر وتستهدف أو مصر بتستهدف تحويلها والسنين الجاية نحن نشوف مشروع قومي عملاق العالم كله يتكلم عليه في المقابل بنشوف القبائل السينوية وهي بتساعد الدولة وبتقف خلف القيادة السياسية عشان فعلاً تدعم تنمية سينة خلينا نتكلم عن التأثير الإيجابي لتنمية سينة على هذه القبائل خلينا نتكلم على دعم القيادة السياسية للقبائل البدوية وتحويل سينة لمشروع قومي إيه اللي هيحصل في سينة بعدما اتطورت الطرق فيها واتطورت دخول المياه فيها وبقى فيه أنفاء كتير بتودي السينة بنورنا نهارنا في سيديو صباح الخير مصر الشيخ عبد العال أبو السعود الأخراسي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في شمال سيناء وعضو التحالف الوطني بنورنا يا فندم أهلاً بك أهلاً بحضرتك كل سنة وحضراتك طيبين اسمحوا لي أننا هنئ الشعب المصري وهنئ مصر كلها بفوز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورة رئاسية دي 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 أهلاً بحضرتك قلنا ماذا تستهدف مصر من خلال رؤيتك بقى كمواطن سيناء وعيش في شمال سيناء من تحويل شمال سيناء لمنطقة ما تقلش أبداً عن كل المناطق اللي بتتطور سواء العاصمة الإدارية أو العالمين أو المنصورة الجديدة أو كل المناطق المضيئة اللي بقت على خريطة مصر ماذا تريد مصر أن تجعل العريش قبلة للعالم كله أنا بسمي في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجدد لأنه عامل عاصمة الإدارية الجديدة عامل العالمين الجديدة المنصورة الجديدة أنا عاوز سيناء جديدة يعني حضرتك من الجنطرة شرق حتى العريش ما فيش غير مدينة واحدة هي مدينة بالعبد مئة وسبعين كيلو أنا أتمنى أن تكون عدة مدن جديدة لأنا لي رؤية أن سيناء ده مكان عالمي عبقرية الجغرافية اللي فيه تجعل منه استراتيجية عالمية لأنك فيه مفصل العالم بين الشرق والغرب فهنا دي أهمية سيناء التي كانت في السابق مهمة ولكن أنا أرى في خلال الواقع اللي أنا شايفه أن سيناء هتفوق أكتر مدينة موجودة في داخل مصر يعني لو جسمنا سيناء إلى عدة محاور محور الشمال، محور الوسط، محور الجنوب هلأجي محور الشمال يصلح لأن يكون مدن سياحية عالمية طيب محور الوسط يصلح لأن يكون صماعي محاجر وفروة محجرية تكفي ما يكفي محور الثاني محور الزراعة يعني حضرتك أمام مستقبل واعد إلى عملية التنمية الحقيقية الموجودة داخل سيناء ثم أنت حضرتك أمام حجتين أهم من بعض قد يستلزم الحديث فيهم أو أهمية الحديث فيهم حضرتك بين مينة ومطار مينة العريش هتبقى مينة دولية ومطار العريش حخص الأيام دي أن جميع الأنظار تنظر إلى مدينة العريش للعريش كمطار دولي يعني حضرتك النهاردة أصبحت سيناء مكان ليس محلي ولا عربي بل أصبح سيناء مكان دولي تستطيع أن تضع فيه أموال واستثمار تجعلك فيه ربح بمتولية هندسية مش بمتولية عددية يعني الأرباح هنا قابلة للزيادة في كل شيء يعني حضرتك هتعمل الساحل عبارة عن منتجات سياحية وأنا من خلال دراسة العلم النفس سيناء أكتر مكان يستطيع فيه الإنسان أن يرتاح راحة نفسية يعني حضرتك لما تأخذ الأولاد وعاوز تقعد لك يومين ثلاثة هتحس بارتياح نفسي سبحان الله فيه فسيناء بإذن الله هتبقى في الواعد والموعود ده إحنا عندنا مثلا في شاطئ رمانة شاطئ رمانة ده عبارة عن جونا أو خليج الطينة ده عبارة عن حمام سباحة طبيعي تدخل بعد كده على بحرة البردويل والرواء بتاعها تدخل بعد كده على البحر العريش يعني أنت أمام منظومة سياحية مش موجودة أعتقد في أي مكان في العالم ده بالنسبة لساحل البحر المتوسط أنت أمام مواني في ميناء شرق التفريعة وفي ميناء البحرة البردويل بين ميناء الصيد وفي ميناء تالتة اللي هي الميناء الكبيرة اللي موجودة في العريش يعني إذن الساحل كل شبر فيه يتم التنمية الوسط أو الوسط أنت أمام ترعة السلام دخل شمال سيناء لتحليط المياه لزراعة مش أعتقد أقل شيء مليون فدان يعني حضرتك بتستثمر استثمار زراعي على أكفأ ما يكون إحنا بنتكلم في واقع زراعي مهم جداً أنا بتمنى أن النقابات والجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمستثمرين كل مستثمر يدخل سيناء يأخذ حتة حضرتك النهاردة كيلو زيت الزيتون بتلتميت جنيه يعني شجرة الزيتون هتجيب كم كيلو الفدان فيه ميت شجرة أقل شيء يعني أنت حضرتك النهاردة بتتكلم عن استثمار في الزراعة مش موجود في مكان في العالم مهم وهم جداً الحاجة الأهم كيف يتم عمل مدن صناعية في داخل سيناء أنا أتمنى مثلاً مدينة في رمانة مدينة في بير العبد مدينة بين بير العبد والعريش مدينة في العريش يبقى حضرتك بتتكلم عن سيناء بمنظومة استثمارية على أعلى وأكفأ ما يكون يمكن أنا من حسن الطالع إن معالي الوزير المحافظ اللي له كل الاحترام الرجل الصابر والصامد والواقف في الأزمة دي بكل ما يستطيع وأنا أعتقد أن هذا الرجل لا ينام هو دكتور في التنمية إحنا لو استغلينا دكتوراه الدكتور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة في تنمية سيناء هيبقى حضرتك النهاردة أمام علم وعالم ومواطن موجود في المكان عارف كل أبعاده طيب القبائل بقى استفادت إزاي من الدعم اللي بيوجه الغير مسبوك يعني عادنا سنين جدا بنتكلم عن سيناء ولكن بنتكلم بس مفيش حاجات بتحصل حقيقي على أرض الواقع إحنا شايفين إن فيه شغل كتير قوي بيحصل القبائل إزاي تعاملت مع الموضوع وإزاي القبائل استفادت؟ على فكرة بالمناسبة أعلى نسبة تصويت حصلت في الانتخابات السابقة في شمال سيناء إحنا عندنا لجنة انتخابية نسبة تصويت فيها تسعة وتمانين في المية ويمكن إحنا بنثمن للمجتمع الأهلي الفخامة الرئيس عمل هذا العام هو عام المجتمع الأهلي إنه عمل منظومة عظيمة جدا في إنزل شارك فحشد الناس بكل قوة إلى صناديق الانتخابات هنا إحنا عندنا حب غريزي أو حب فطري لمصر ومن حسن الطالع إن سكان المحافظات الحدودية هم أكتر المواطنين ولا لمصر هنا حضرتك إحنا تهمشنا عشنا مع الإرهاب وأنا يمكن أهالي سيناء بتثمنوا لفخامة الرئيس الانتصار على الإرهاب ليه؟ تخيل حضرتك حقية اسمها القتل على الهوية واحد يمسكوه أمام أولاده ويدبحوه رجل ابن يدبحوه أمام أباؤه لأنه رجل وطني رجل بدافع عن وطنه رجل بحب وطنه فهنا حضرتك اللي عاش في الإرهاب يقدر قيمة هذا الرجل فلقد أعطانا بكل أمانة سبق لم يحدث في قضاءه على الإرهاب النهاردة ما بعد الإرهاب إحنا عايزين نمكن للمكان التنمية 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 ليه؟ قد يكون في ناس كتيرة مش الإرهاب عندهم على سينة طبعا أنت أمام متغيرات خطيرة جدا طبعا إذن علينا أن إحنا إيه؟ دخلنا ترعة السلام من ناحية دخلنا المينة والمينة دي أعتقد أنا من وجهة نظري هيبقى موضوع استثماري كبير جدا أنا عايزة أكلمك في دي بقى حراجة بتقول لنا أنا من وجهة نظري أنا شايف أن إحنا مفروض نعمل مدن أنا شايف طب كلمني عن مخطط الدولة ما أعلم عن ميناء العريش وما كتب عن ميناء العريش قليل باعتقادي أنا من وجهة نظري كمعلومات لكن أعتقد أن عندك معلومات أكتر عن مين العريش إزاي هتكون هتجذب مين هتعمل منطقة حرة عاملة إزاي هل هتبقى هب أو هتبقى نقطة أو مركز زي مينة سكندرية وحتبقى نقطة مضيئة زي العالمين يعني قل للدولة عايزة إيه من ميناء العريش لأ أنا أعتقد ميناء العريش هيجب ما قبله هو الميناء الأولى في مصر ليه ميناء العريش هيربط شرق العالم بغرب العالم ده الجغرافيا بتقول كده ميناء العريش زي حرب الشرق العالم يعني كل الدول أوروبا وشمال أفريقيا والأمريكتين أغلب حاجتها هتعدي من خلال ميناء العريش إلى النحية التانية في البحر الأحمر ثم السعودية ثم الأردن ثم الإيه كل الأماكن اللي زي دي هتبقى من خلال إيه قناة تعتبر قناة برية يعني ميناء العريش هتنزل فيها البضاعة موناء الجافة اللي الموناء الجافة بالتمام المخطط اللي أنا شفته إن من العريش حتى رفح هيبقى عبارة عن مدن صناعية أو مدينة صناعية كبيرة هتخدم على موضوع الميناء يبقى المواد الخام بتنزل في الميناء بتم تصنعها في المدينة الكبيرة دي مدينة فعلاً كبيرة من رأم العريش حتى رفح هتبقى أعتقد أنها كلها مدينة صناعية وحدة هتبدأ إعادة صياغة المواد الخام أو التجمعات اللي أنت عاوز تجمعها لأي معدات أو حاجة زي دي في المكان ده ثم إعدادها مرة أخرى يا إما عن طريق الميناء يا إما هتطلع لأنك حضرتك هتدخل على طرق سكك حديدية هتدخل على طرق أسفلتية وهيبدأ خط من العريش حتى طابة أو من العريش حتى جنوب سيناء ثم المرحلة التانية هي مرحلة الدول العربية يبقى حضرتك بتتكلم عن ميناء مش عالمية لا ده فوق العالمية الحاجة التانية طب معلش سؤال صغير يمكن برضو يعني إيه بالقسين اللي يخلي مستثمر يعمل كده وينزلها عن طريق الساكل حدية وهو عنده قرات السويس وممكن يبقى الموضوع أصلاً أسهله في المية أنا أرى أن من خلال المخطط اللي معمول للميناء أنه هيبقى فيها مدن صنع أو مدينة صناعية كبيرة تسمح لأي مستثمر بالفعل أنه يستثمر في المكان ده ده عبارة عن رؤيتي أنه مكان دولي مش مكان عادي طيب حضرتك النهاردة هتبقى السكك الحديدية هتساعد مع قناة السويس مع السكك البرية يعني هي شيء موازي لقناة السويس داخل مصر ودي هيبقى لها بعد أنا من وجهة نظري هيفند أي حد يفكر في أنه يعمل بديل لقناة السويس لأن أنا أرى إن لا بديل لقناة السويس ولن يستطيع أحد أنه يعمل بديل لقناة السويس فهنا دي شيء موازي لقناة السويس هتبقى في الأمر ده الحاجة التانية توسعة المينة توسعة المينة قد توصل من العريش إلى الشيخ زويل مينة بسم الله ما شاء الله واخد برحها في الايه؟ في الوسع النهاردة مينة معمولة على أحدث تقنية سواء في التكنولوجيا سواء في الحاجات السريقة في الحاجات الحديثة سواء في أي شيء يعني حضرتك بتتكلم عن مينة التكنولوجيا هيبقى صبق فيها الحاجة التانية أنت بتطلع من مينة إلى مواد خام في الجبل إلى تصدير السلع إلى منظومة من العمل الاستثماري على أعلى وأكفأ ما يكون يمكن أنا بأتمنى تسليط الضوء على مينة العريش من خلال العمل اللي موجود فيها من خلال المراسل اللي موجودة فيها من خلال الأرصفة اللي موجودة فيها من خلال سعة المكان وتقديره بكل الأبعاد هتبقى مينة أكبر مكسب للمواني المصرية الحاجة التانية أنها هتبقى مينة مرتبطة بمواني البحر الأحمر العريش شرق التفريعة الأدبية والسويس مواني البحر الأحمر يعني أنت أمام منظومة مواني كبيرة جداً الحاجة الأهم أن في مواد خام في سينة تكفي لعمل مدن صناعية طيب إحنا لسه دي نقطة عايزين نتكلم فيها خلينا نقف للحزات نروح لزملنا محمود جميل من أمام معبر رفح عشان نتعرف منه على آخر التطورات وآخر التطورات دخول المساعدات الإغاتية والطبية لقطاع غزة صباح الخير عليك يا محمود صباح الخير عليك يا منا وصباح الخير عليك يا مصطفى وعلى دفكم الكريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصري في كل مكان بنصبح لكم من أمام معبر رفح البري لازلنا بنتابع معاكم كل الجهود المصرية المبذولة في إدخال المساعدات الجزائية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة وخليني أشيري الحياة للمجهود المصري الكبير اللي بتقوم بيد دولة متمثلة في الأجهزة المختلفة فيما يتعلق بإيصال المساعدات الجهود دي لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لدعم الأشقاء الفلسطينيين بكل مسارات المساعدات اللي موجودة سواء بنتكلم عن هنا في معبر رفح أو حتى في مطار العريش وفي ميناء العريش فبالنسبة لمعبر رفح هنا لازالت طبعا كل الشاحنات بتتدفق وتدخل لقطاع غزة بنتكلم النهاردة تحديدا منذ صباح هذا اليوم في 111 شاحنة دخلوا من خلال بوابة معبر رفح متجهين إلى منفذ العوجة بالإضافة لأنه حاليا في عدد من الشاحنات المصطفى على جانب الطريق واللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي الشاحنات دي طبعا بنتكلم من 30 ل40 شاحنة هم موجودين دلوقتي وبيتم تجهزهم ربما لدخول دفعة تانية هتكون موجودة النهاردة هتدخل من خلال بوابة معبر رفح الشاحنات دي والشاحنات اللي دخلت للصبح فيها عدد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى مستشفى ميداني وبعض طبعا المستلزمات المتعلقة بمواجهة طقس الشداء الخاصة بالبطاطين كمان في بعض الشاحنات موجودة عليها خيم بالإضافة طبعا لدخول شاحنات الوقود ودي طبعا حاجة مهمة جدا يوميا بتدخل عدد من شاحنات الوقود النهاردة دخلت أربع شاحنات وقود من الغاز وطبعا قطاع غزة في حاجة كبيرة جدا للشاحنات الوقود وخاصة الغاز بالإضافة إلى أن البوابة طبعا بتستقبل كل المصابين يعني على مساء هذا اليوم هيصل عدد من المصابين ومزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية إمبارح إحنا كان آخر عدد مصابين وصل إمبارح 14 مصاب بالإضافة إلى 200 من مزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية طبعا كل المصابين بيتلقوا كل الرعاية الطبية الكاملة في مستشفيات محافظة شمال سيناء أو حتى في مستشفيات مدن القناة والقاهرة بالإضافة إلى إمبارح كمان دخل أو وصل للجانب الفلسطيني 136 شاحنة بها عدد كبير من المواد الجزائية والمستلزمات الطبية على الجانب الآخر طبعا في مدينة العريش اللي بتشهد استفاف لعدد كبير من الشاحنات إحنا بنتكلم على إن محافظة شمال سيناء ومدينة العريش تتحولت لمكان ممتلئ بالشاحنات والمساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين فمطار العريش أيضا استقبل طائرة قطرية مبارح على متنها 15 طن من المواد الجزائية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر القطري ووصل عدد الطائرات في مطار العريش لأكتر من 340 طائرة من 50 دولة أجنبية ومنظمة إقليمية ودولية فالجهود متواصلة في قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بكل المساعدات المختلفة برجع لكم مرة تانية في الستوديو منا ومصطفى شكرا لك محمود جميل زمنا من قدامة معبر رفح اتعرفنا منك على آخر تطورات دخول المساعدات الإغاثية والطبية لقطاع غزة وخلينا تاني نرجع نستكمل كلامنا احنا تكلمنا عن كتير من محاور التنمية اللي عمالة تحصل في الفترة الأخيرة اعتقد الزراعة دي واحد من الحاجات اللي ينفع نستثمر فيها واعتقد دي واحد من الحاجات المهمة اللي نتكلم عليها في الفترة القضية هو حضرتك او انا اتمنى ان حضرتك وتاخدوا بعض كده وتروحوا يوم تشوفوا المشهد ترعة السلام هتدخل الى الصحراء بمواسير عملاقة هتدخل الى اماكن جيدة الزراعة لان ارض سينة ارض خصبة وارض سبحان الله في جودتها يبقى احنا دخلين امام مشروع زراعي انا من وجهة نظري هو المحتمل انه يوصل الى ربعمية وشوية الفدان انما انا الرؤية والجوانب والروافد وقد يصل الى مليون فدان حضراتكم النهاردة بتتكلموا عن او بنتكلم عن شجرة الزتون وقيمة شجرة الزتون بالنسبة للمزارع يمكن شجرة الزتون الشجرة الوحيدة اللي بتاخد او تتقبل يعني اعلى نسبة ملوحة ودي حتة مهمة جدا الحاجة التانية حضراتك في حتة اهم ان المية الحلوة لما تنزل اي ارض بتعمل لها روافد يعني حضراتك لو الترعة ماشية من هنا ممكن بعد خمسة كيلو المية تبدأ تتغير بتغير مية الايه الترعة اللي موجودة دي فهنا انت لما هتسغل الارض هتبدأ تغير التربة او تغير المية اللي موجودة تحت يبقى انت هتعتمد على حاجتين على ان المية العادية اللي وصلت لك حلت المية الجوفية وانت عندك ميتين دي حاجة بسيطة وحاجة جميلة وحاجة سهلة جدا يبقى حضرتك النهاردة بتتكلم على مشروع زراعي قد يكون بالصوبات موجود مشروع صناعي الزراعي بالاشجار موجود مشروع زراعي بالخضروات موجود انت النهاردة الفرق بين القاهرة وبين شمال سينا فرق تكعب عندك نفقين تلت انفاء وكبري ومعديات يعني مفيش العربية هتطلع هتلاقي نفسها يبقى اهم شيء وصيلة المواصلات اللي هتشيل الزرع والزراع او هتجيب لك السماد والاسمدة موجودة يبقى النهاردة بالنسبة لي المشروع الزراعي هو مشروع هيحول مصر او يعيد مصر الى دولة زراعية تانية وهو ده اعتقد المستهدف لانه هتلاقي حضرتك الزراعة في سيناء الزراعة في جنوب الوادي الزراعة في جنوب العالمين فاذا النهاردة احنا امام موعود زراعي هيغير مصر بالفعل الى دولة زراعية بس دولة زراعية لان المشروع عندنا هيعمل ايه؟ زراعة، صناعة، تعليب، تغليف، تجارة هيبقى المشروع شامل نفسه فانا لذلك بادعو كل المؤسسات وادعو كل رجال الاعمال وادعو المحافظات وادعو كل مواطن الى الاستثمار الداخل سيناء خاصة في موضوع الزراعة انما بعضو عارف لو كل الناس بتتكلم بالشغف بتاعك ده كان مصر تبقى في حتة تانية خالص والله عجبني حبك للعريش وشمال سيناء وطريقة كلامه انا بحييك طبعا على العاية ده حاجة مني وانا في السنوية العامة بيسألني مدرس العلوم ما هي الوان كرات الدم في جسم الانسان بلتونه الانسان العادي والله الانسان السينوي قال لا الانسان السينوي قلت تلات انواع من اللون اللون كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء وكرات الدم الصمراء بلون عارم مصر العريق اللي مالهوش خير في وطنه طبعا ما اشوف بلدي وانجارة علي عزيزاته طبعا اهلي وانضنوا علي كرامه ما فيش شيء تعمله للوطن مقابل الوطن لا كنا دايما بنسمع شدية ربينا عليها ما تقولش ايه هدتنا مصر صحيح بتقول هندي ايه لمصر احنا محتاجين ان احنا نعيد الروح الجميلة دي للشعب بقول للشعب انتبه مصر بلدك حافظ عليها والله يا جماعة لما تيجي للمقدرات الاقتصادية لدخل مصر تتعجب احنا عندنا تسعة مليون ضيف مصري معانا في الدعم معانا في الاكل معانا في الشرب معانا في الحياة معانا معانا هي دي مصر مصر عبارة عن مقدبة لا تنفد طب خلينا لا درع لا ينكسر انا انا متفق معك جدا وحابب جدا جدا بس خلينا برضو نبقى ايه يعني عمليين تمام كنت تتكلم على الزراعة كلمني عن المية عن ترعة السلام وصلنا لفين هنوصل لفين امتى ترعة السلام تبدأ من باروزة من المحطة خمسة ثم تتجه الى الجنوب بدأت المرحلة الاولى من وضع المواسير المواسير عالية الجودة مواسير باسم يعني مواسير كبيرة عملاقة بتبدأ بسبع مواسير ثم بتبدأ في التدرج في العدد يقل الى ان تصل من بداية من باروزة حتى محور الضبعة حتى الوسط المكان ده هيبقى مكان بالفعل بدأ دي كده تروي كم فدان او تستهدف يعني قد ربعمائة الف فدان ربعمائة الف فدان انما زي ما قلت لحضرتك الربعمائة الف اد كمان هم زيهم من الجوانب اللي هتبقى محيطة بيها ليه لانها هيبقى لترعة روافد صحيح الترعة هتحل المية الجوفية يعني حضرتك داخل على مشروع زراعي لو وصل الى السر والقوارير اعتقد ادي اكتر من مليون فدان لان هناك في حتة في ميزة مهمة جدا في خصوبة الارض ما احتفاظ الارض بالمية لارض شبه الطينية ما احتفاظ الارض بالمية الحاجة التانية اللي بننبه عليها يريد اي مية في سينة ما تنزلش البحر الاحمر ولا تنزل احنا نقدر نستطيع ان احنا نعمل بحيرة صناعية او بسموه حوويز ان احنا اللم فيها المية كفاية مية الامطار بس لو تستفيد وكفاية مية الامطار اكتر مكان بيقع فيه امطار تمام هو سينة وخصوصا في فترات طويلة من العام لو تم تجمعها واستغلالها بشكل جيد اعتقد ان الكلام معا الجميل بحييك جدا على روحك طيبة بحييك فعلا من قلق شكل شخصي يعني على روحك الطيبة وبكرر كلامي لو كل الناس بتتكلم بنفس الحماز دي مصر بلدنا في حتة تانية محتاجين الروح دي ان نبثها في كل ولاد بلدنا سينة من اكتر الاماكن اللي عانت من الارهاب واكتوت بناره وتقتل من قبيلها مش هقول عشرات هقول مئات كل بيت فيه مأساة وفي قصة واثنين وثلاثة نتمنى نتمنى حاجة بالزبط نتمنى ان ان شاء الله يعد تقييم الموقف تقييم الموقف صحيح تمام نشكرك الشيخ عبد العال ابو السعود الأخرسي رئيس اتحاد الجامعات الأهلية في شبال سيناء وعضو التحالف الواطن نورتنا وشرفتنا في السجن صباح الخر شكرا جزيلا لك